لك المشاهدين الان تي في أسبوع جديد وفقارات جديدة عبر شاشة الان تي في مباشرة على الهواء ولكل اللي نطلين أخبارنا الفنية لليوم حلقة جديدة من أغاني أغاني بهاللحظات لمدة نص ساعة من الوقت المبديع مع الخبر الأول تحية الفنينة اللبنانية جوليا بوتمس حفل غنائي ضخم بمركز التجارة العالمي بإمارة دبي بـ 23 تشين الثاني المقبل وهو من تنظيم رابطة قدس دعم القدس والفلسطينيين ومن المتوقع أن يترافق السيدة جوليا بحفل دوباي الفرق الموسيقية الفل هرمونية ببراج المؤلفة من 80 عازف مع أضاء فرقة الموسيقية اللبنانية أما من ناحية تانية عم بتابع الملحن زياد بوترس والموسيقى ميشيل فاضل العمل على ألبوم جوليا الجديد متوقع صدوره السنة المتبلة حالتنا لليوم جمتيا مع الفنينة سارة الهاني ومسمع فيادة حالتنا لليوم ختمة الفنينة مجدابوني لقاء الشبيبة مع قباسة بابا بني دكتس الثالثة عشهر بالتبريراتية المرونية ببكركة وقدمت ترنيم الطوبة للساعينة يلي لقى الثلاثة إيجابة من ألاف الحضور من مختلف دول العالم لحضور اللقاء وعلى رأس فخامة رئيس الجنبورية العماد ميشيل سيك وكان ثم استعمالة بابا باللقاء على وقع أغنية سلطة الحدة للفنين بدأت المرحلة الثانية من قصفيات المشتركين اللي انضموا لمسابقة أكاديمية عمرو دياب وتأهل بالمرحلة الأولى 30 مشترك ورح تشفد المرحلة الثانية المنافسة شديدة بين المشتركين أمام نجدة تحكيم المؤلفة من الفنين حميد الشاعري المنحن عمر طنطاوي والموزع عادل حقي ورح تلتقي لجنة يوم الثلاثة المقبل بحوار مباشر على موقع جوجل بلاس وتعتبر أكاديمية عمرو دياب هي أول مصابة لإكتشارة المواهب عبر الإنترنت وبشهر الأقصى حالتنا منتبع ومسمع مسكوشتها رغبة علامة أنا ضايع من دونك حد العودة لأخبارنا لليوم عم يستعد الفنان مجد المهندس لأطلاق ألبوم الجديد أنا ولياك خلال أيامه من إنتاج شركة روتا ونشرت الصفحة الرسمية للمهندس على موقع فيسبوك أعلان الألبوم الجديد مع مقطع من أغنية أنا ولياك يلي تحمل عنوان الألبوم يلي بتضمن 16 أغنية وموين تعمل فيها مجد مع إبرز الشعر والملاحنين بالعالم العربي حالتنا منتبع مع الفنان شانا حصوله مسمع عليك وشاركينا على حدثنا من اليوم والخبر الخام شاركت الفنان الليبنانية هيفا وفق بافتتاح منصر جديد للمصمم العالمي روبيرتو كابالي بمجرد بإسلاميا وده صورة هيفا على صفحتها رسمية على موقع فيسبوك صورة تجمعها مع كابالي من الحصل الافتتاح وأيضا كانت هيفا شاركت بوقت سابق في افتتاح الناد الليبن الخاص بكابالي بلوطن حالتنا منتبع مع الفنان هيفا وفق بسمع بكرة فشاركينا من الفنان هيفا وفق بوطن وصل للخبر الأخير بحلقتنا لليوم متحضر الفنان نغم للسفر على مصر مدفئة لبعال الملحين والشعراء وانتهت من الوضع اللامتات الأخيرة على أبنينتين لبنانية ومصرية بالإضافة للسفر على اللغاية الأخير الأخير الأبنية في الشديد واليوم متحضر لفرح الأبنية لبنانية بالأسوأ يرحب الصغورة على قريصة الفيديو كريب للبنانية الثانية لأنا من بعد أبنيان ببنانية حالتنا اليوم نحتم مع الفنان بإسلامية ومتسمع الإنسان اشتركوا في القناة